طبعا فيه أنبياء فيه حكماء فيه ناس أقوياء عظماء إلى آخره فيه من تتفق معهم فيه من ترفض رأيهم لكن هون المسيح بيتكلم عن شيء محدد وشيء مصير في نفس الوقت بيتكلم عن إنه العالم يبغضني طب إذا منعمل هالمقارنة طب كل واحد بيتحب وفيه جزء لابد أنه يكره المسيح فشو الفرق في هالموضوع هل ينطبق هذا القول أو هذا الكلام على يسوع المسيح مش غريب بصراحة مش غريب إنه العالم يبغض المسيح اللي ما منشوفش أي شيء غلط فيه إطلاقا طبعا أولا فكرة أنه فيه شخص يتحب ويبغض هل هذه الفكرة تطبق على المسيح أقول لا لأنه أي شخصية في العالم امسك نيرون هتلر هيرودس أي شخصية في العالم حتى الأنبياء تجد لهم أخطاء ولهم إيجابيات لكن الرب يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي لم يفعل خطية ولم يكن في فمه غش الوحيد الذي شهد له من الله الآب شهد له من الناس حتى الأشرار شهد له حتى من الشياطين وشهد له من المؤمنين أنه بلا خطية الله الآب شهد عنه قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه الروح القدس شهد للمسيح عندما جاء واستقر عليه في هيئة جسمية مثل حمامة الشياطين شهدوا للمسيح واحد منهم قال له أعلم من أنت أنت قدوس الله بلا تصفي يوم من الأيام غسل يديه وإن كان طبعا غير معفى وقال أنا بريء من دم هذا البار إذن مش زي بقية الشخصيات في ناس تتفق وترفض لا تتفق عليه لأن المسيح بالخطية الحاجة الثانية أي شخصية في العالم تحبها أو ما تحبهاش حضرتك مش تتأثر بالموضوع دوت لكن المسيح عندما تبغضه أنت تبغض حياة الله الأبدية المقدمة لك حسنا نكلم على إعجاب شخصيات أو عدم الإعجاب بيها السلبية والإجابات لا نكلم على حمل الله خلاص الله أرسل الله لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه إلى العالم هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد هو هذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم إذن هنا كون أن أنا أقبل هتلر أو ما أقبلهوش أنا مش أتأثر بحاجة أبديا لكن المسيح هو عطية الحياة الأبدية اللي جيالي الخلاص المقدم إلي فعندما لا أقبله أنا بأحكم على نفسي بالضمار الأبدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر